أحبابا محبين وحلت هنجم الجوزاء أنوارا تنادينا وغنى البلبل الصداح في أرجاء ودينا على كثب العلامجد غرسناه بأيدينا وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا جلسنا في فناء الدار أحبابا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حديث الدار حياكم الله ومشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقات المتجددة معكم في مجلتنا التلفزيونية بفقراتها المتنوعة وكذلك بحضوركم الجميل معنا عبر مشاركاتكم وعبر جلستكم الجميلة في بيوتكم نحن أنتم في حديث الدار نحلق في سماء الجمال والروعة حياكم الله أبو حسن حياكم الله أبو رحمن طبيعة الدار كما تعود المشاهدين الكرام تعيش أجواء البيوت الآن الدور بشكل عام أول بيوت إن صاح التعبير تعيش أهبة الاستعداد لاستقبال هذا الشهر المبارك نسأل الله تعالى أن نبلغنا وإياك وإياهم وجميع المسلمين خيرات وبركات ورحمات هذا الشهر وبالتالي نعيش صفحات من صفحات هذه المجلة اليوم وغدا وبعد الغد ختم هذه الحلقات التي تعيشنا فيها في وافر المحبة والامتنان معكم ومع المشاهدين نعيش في نسمات ونفحات وصفحات رمضانية ونحن من هنا من حديث الدار نحفز كل من يتابعنا إن كانت له رسالة إن كانت له كلمة إن كانت له عبارة يسطرها في استقبال هذا الشهر المبارك خلال حلقتين حديث الدار القادمتين فنحن نسعد بها في هاشتاق حديث الدار وكذلك في أرقام التواصل التي تظهر معكم امتباعا على الشاشة جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا وقطف قدنا ثمرا ترى ما فينا وحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين هياكم الله بياكم ما زلنا معكم في حديث الدار وصفحاتنا المتنوعة ينضمعنا الدكتور منصور بن محمد الغامدي المدير التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم ضياء للحديث عن هذه الجمعية وما هيتها وأهداف هذه الجمعية وحديث الدار تشارك بأسهم لتنقل للناس والعالم بأجمعه ما يدور في هذه المحاضن وهذه الجمعيات من خيرات وبركات ورحمات حياك الله دكتور منصور معنا الآن على الهاتف دكتور منصور محمد الغامدي حياك الله دكتور منصور حياكم الله كالك الكريم أهلا وسهلا بكم وبارك فيكم يا أهلا وسهلا فيك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نبارك في جهودكم في جمعية تحفيظ القرآن الكريم ضياء بداية لو عرفتنا عن جغرافية المنطقة والبرنامج الفعالية التي تقيمها بشكل عام حلقات تحفيظ القرآن الكريم ضياء أهلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى رسول الله أولا محافظة المنطق هي إحدى محافظات منطقة الباحاء المباركة وهي تشمل عدة قرى منها قرى دوس ووادي الصدر وبلخزمر وبلحسن وقرى المندق وبرحرح هذه الجميع تشرف على كل هذه القطاعات وكل هذه القرى من منطقة برحرح إلى قرية قرنضبي تقريبا سبعين أو خمسة سبعين كيلو امتداد هذه القرى ما شاء الله أبرز البرامج أصدقك الله هي برامج للبنين والبنات أما فيما يتعلق بجانب البنين فهي حقيقة برامج كثيرة من طول الله عز وجل ومتنوعة منها برنامج المقرى القرآنية وهذا تم هذا العام بلله الحمد وهدفه أن يحفظ الطالب القرآن كاملا ويتلوه بلا أي خطأ ومن البرامج الأخرى برنامج أيضا هذا العام قامت به جمعية دياء وهو إخراج مجموعة من الطلبة الحصاب في سن مبكرة من عشر سنوات إلى السنة الثانية عشرة فقط العثير هؤلاء الطلاب طبعا تعطيهم الجمعية مكافأة شهريا ثلاثمائة ريال في السنة الأولى السنة الثانية أربعمائة ريال السنة الثالثة خمسمائة ريال فما يتخرج الطالب بعد ثلاث سنوات إلا وهو مثقل إثقانا تاما للقرآن الكريم ويستطيع أن يدخل كل المسابقات الدولية والمحلية بفضل الله سبحانه وتعالى ويكون عندنا شبابا يانعين من حفظة كتاب الله عز وجل يخدمون المنطقة أيضا سوى بعض البرامج التي تقيمها الجمعية مثل برنامج همم هدفنا أن يحفظ الطلاب المتون العلمية مثل مثل تحفة الأصطال وحفظ معاني الكلمات كلمات القرآن الكريم ويوم الهمة الذي يراجع فيه الطالب ما حفظه في خلال الشهر كامل في يوم واحد يعني مثل يوم السفر تقريبا هذا فيما يتعلق باختصار ببرامج البنية أما القسم النسوي فهو أيضا مجالا رائع وكبير ورحب وبرامج ترية من فضل الله سبحانه وتعالى لدى الجمعية معهد اسمه معهد ذياء لتعليم القرآن الكريم وهذا المعهد فيه دبلوم لحفظ القرآن الكريم يتعلق فيها الأخوات العلوم الشرعية ويحفظ نفس القرآن في مدة سنة واحدة في عام واحد ما شاء الله ثم هناك عام آخر تكمل فيه الطالبة حفظ القرآن وستتلقى بعض العلوم الشرعية جميل ثم هناك أيضا برامج أخرى مثل برنامج غراس لطالبات المرحلة الابتدائية وبرنامج الحلقات القرآنية لطول الله بدون السنة السادسة مدة عام كامل يتعلمون القرآن والآباب والقاعدة النورانية ثم ما يستطيع أو ما يصل الصالب إلى المرحلة الابتدائية وقولة الابتدائي إلا وهو يستطيع أن يقرأ بإذن الله عز وجل القرآن بشكل طبيعي ويقرأ الخلمات بدون أي تلعتم بإذن الله سبحانه وتعالى جميل دكتور مصور بسر تسمح لي كم عدد المستفيدين من الطلبة والطالبات الذين تخدم هذه الجمعية وإذا في لغة أرقام تحدثنا عنها الإنجازات المشاريع التي قدمت خلال الفترة الماضية الحقيقة الفترة الماضية تستطيع أن تقول أن الجمعية خرجت أكثر من 300 حافظ وحافظة في المشاريع الجمعية تشرف حاليا أو الطلاب الذين فيها والطالبات أكثر من 1500 طالب وطالبة تصرف الجمعية تقريبا مليونين و600 ألف على هذه البرامج التي تقيمها الجمعية على هؤلاء الطلاب وعلى الطالبات الجمعية من فضل الله عز وجل لديها أيضا رؤية مستقبلية تطويرية للبرامج الجمعية بإذن الله عز وجل بحيث تستخدم كل شرايح المجتمع الكبار والصغار والأفصال وأيضا النساء بحيث نستطيع أن يكون بإذن الله عز وجل في كل بيت حافظ بكتاب الله سبحانه وتعالى أو حافظة لكتاب الله وأن يكون النور بإذن الله عز وجل قائما وحلما متحققا حفظ كتاب الله عز وجل في أغلب البيض هذه تقريبا أبرز ما يمكن إن شاء الله نتحدث عن في الجمعية الله يبارك في جهودكم دكتور منصور الغامدي هذه الجهود المعطاءة في تحفيظ القرآن الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه المسيرة بالنجاح الدائم وأن يمنع عليكم بالتوفيق والسداد كنت معنا مداخلا هادفيا في حديث عن جمعية تحفيظ القرآن الكريم ضيئة شكرا لك أبي حسان هلا عيوني كيف؟ أنا صرحت مع بعض المقرات اللي هو ما شاء الله رمضان أنا أقولهم يعني ما أخذ الجو الزملاء عدوا لنا في إنفو الجرافيك أصناف الناس في رمضان نتابع هادران فونجرافيك جلسنا في خناء الدار أحبابا محبين تختلف أحوال الناس في استقبالهم لرمضان منهم من تشغله المباريات والمنافسات الرياضية ومنهم من يمضي أيام الشهر ولياليه في متابعة المسلسلات والبرامج وصنف آخر همه الأكل والشرب والتسوق وكثير من الناس يمضي رمضان في النوم والراحة فيقبل عليه شهر الخير وينقضي دون الاستفادة منه يقول عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ولألا ننطوي تحت هذا الوصف علينا أن نستعد لاستقبال شهر رمضان بعزيمة قوية ونية صادقة بأن نستغل أيامه ولياليه لنفوذ برضى الله ونكون كشخص دخل مزرعة مليئة بأنواع الثمار والطيبات فيجمع منها قدر طاقته خطط لاستغلال وقتك في رمضان ولتبدأ من الآن هل تعلم أن عدد ساعات شهر رمضان سبعمائة وعشرين ساعة فقط يذهب فيها ما يقارب ستمائة وستين ساعة بين نوم وأكل وشرب وزيارات وغيرها من أعباء الحياة المختلفة ولا يتبقى لك سوى ستين ساعة تعادل خمسة أيام فقط لذلك تذكر أن وقتك ثمين فلا تضيع فيما لا طائل منه احرص على صلاة الترويح في المسجد قال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة واجعل شعارك في رمضان لن تفوتني تكبيرة الإحرام فلا يؤذن المؤذن للصلاة إلا وأنت في المسجد أكثر من تلاوة القرآن واعقد العزم على ختم كتاب الله ولو ختمة واحدة وستجد الوقت الكافي بعد أذان كل صلاة وليكن هدفك تدبره والعمل بما فيه وليس زيادة عدد الختمات في شهر رمضان عشر ليال من أعظم ليال العام وفيها ليلة خير من ألف شهر الكثير منا يضيعها في التسوق والتجهز للعيد لذلك أنصحك بإنهاء كل هذه المشاغل من الآن قبل دخول رمضان وإملاء وقتك بالذكر والدعاء طيلة الشهر الكريم فأبواب الثماء مفتوحة رمضان ضيف قادم فأحسن استقباله وقطف قدنا ثمرا ترى ما فينا واحينا حديث الدار كالأمطار غيث فينا ودينا جلسنا في فنان عسان نحن نتابع المقطع هذا هو يتكلم عن صناف الناس في رمضان لعله يتبادر في أذهاننا وفي أذهان كل من يتابعنا الآن ما هو مشروعك في رمضان هذه الثلاثين يوم هذه المحطة نحن ممكن نسمي المحطة الذهبية في حياتك في عامك كيف ستقبل عليها ما المشروع الذي ستحمله خلال الثلاثين يوم كيف ستقابل ربك ما هي الأفكار والمبادرات التي تنطلق منها وإليها ذكر أصناف الناس في رمضان بين لاه وساهن وبين عابد وقانت لكن يمكننا نقول واحدة من المشاريع المهمة أن نحتاجها قبل أن نبدأ رمضان أن نجدد التوم على الله سبحانه وتعالى نحن نتكلم عن 12 شهر ماضية من شوال السنة الماضية إلى رمضان في هذا العام كانت مليئة بالذنوب والمعاصي والسيئات تخطفتنا الحياة وتقلبنا في أمواجها العاتية بين لاه وساهن بين مذنب ومخطئ لا يضحل علينا رمضان في الأيام القادمة إلا وكل واحد يكون جدد علاقته بالله سبحانه وتعالى من حيث التوبة والأوبة الله سبحانه وتعالى سعيد بهذه المبادرة البشرية أن يكون لله تائبا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وفي الآية الأخرى في سورة إبراهيم فاطر السماوات رضا دعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم فمن أعظم المشاريع التي تقبل عليها إذا ما أهل هلال رمضان أن تكون مجدد العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى بالتوبة والأوبة والبشارة في ذلك أن ما كان لك من سيئات وذنوب وخطايا يبدلها الله لك حسنات فتضحل برصيد عارم من الحسنات ويعان المؤمن على ذلك بعباداته وطاعاته خلال هذه المحطة الإيمانية التي يعيشها في رمضان يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان وتر الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن كان في سلف من بين أهلين وإخوانين وخلاني أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدام أبو عبد الرحمن لو نتأمل فعلا إيش اللي في قبرها الآن شي يتمنى رب يرجعون لعلي أعمل صالحا يتمنى يسبح الله مرة واحدة لأنه يعرف فهو في القبر عظم وقيمة التسبيحة فكيف يا أخي باللي يعرف قيمة وعظم ثلاثين يوم يعني أنا أقول يعني أنا لذنوب يا أخي أن تبدد وأنا لنفوس أن تنطرح بين أهداء الله والله يا أخي كذن المثقرين بالذنوب والخطايا والسيئات يا أخي إذا لم يكن رمضان هو المحطة التي يقبل فيها العبد الربي متى يا أخي إذا لم يكن رمضان هي البوابة التي ندلف به إلى رحمة الله رضوان الله بركات الله الرحمة تتنزل في كل يوم له عتقاء له عتقاء له عتقاء والمصيبة أننا ما زلنا ربما نحفل بملابس العيد ما الآن نشتريها وشماغ العيد وفستين العيد للبنات والزوجات والأهل ولكن ما داخل الجسد يا أخي أعظم ما يربي رمضان المسلم يا أخي أن يطهر قلبه لعلكم تتقون من جمال هذه الآية يا أخي أنا أسأل نفسي وإياكم المشاهدين الكرام كم نسمع أئمة المساعدهم يقرؤون إن للمتقين مفازة يا أخي أسأل نفسك هل أنا من المتقين إن المتقين في جنات ونهر إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم أنا أسأل نفسي يا أخي رمضان تدبر يا أخي كان يدارسه في رمضان مرته لماذا يا أخي القرآن إذا ما تشربه القلب ما عاش بعض الناس قالوا والله أنا أبشرك كم ختمت قالوا الله أربع ختمات ولا ترى لا أثر عليه أخي لا على سلوكه ولا على أخلاقه ولا حتى في عبادته وبالتالي فعلا وأنت تستقبل هذا الشهر سل الله أن يهيئ قلبك أن يهيئ قلبك لنفحات هذا الشهر فبهذا القلب تعتلي وتعلو عند الله عز وجل وفي هذا المقام يحسن التذكير ببعض الأدعي المهمة التي يعان بها المؤمن على الطاعة وعلى العبادة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أن ستقبل في هذه الثلاثين يوم على موسم يكثر فيه العباد والعبادات والطاعات فما أجمل أن تكون في الركب بينهم عابدا ومتبترا ومنكسرا لا أن يسيروا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تكون من المتأخرين فاكثارك من الدعاء اللهم أعني على ذكرك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لعل الله سبحانه وتعالى يلقى فيها منك صدقا فيفتح لك أبوابا كانت موصدة ومغلقة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا بعض الأحيان قد نؤتى من قبلنا أننا وكلنا إلى أنفسنا ببرامجنا وبالخطط التي قدمناها والتهية التي نظن أننا إذا ما أقبل رمضان سنكون في المقدمة من العباد والزاد لكن أول ما يدخل الشهر نحضل لأننا وكلنا إلى أنفسنا ولم نوكل إلى الله سبحانه وتعالى فلم يكن هناك من الله عون وإذ لم يكن عون من الله للفترة فأول ما يجني عليه اجتهاده ترى هذه الأيام هي أيام كسار هي أيام تبتل حتى إذا ما أقبل رمضان يقبل علينا ونحن قد أقبلنا عليه بإنكسارنا بإيماننا بحبنا لله سبحانه وتعالى وبإصرارنا على المنافسة وأن نكون كما قلنا في الحلقة السابقة والحلقات الماضية وما أجملها من شعار والسابقون السابقون أولئك المقربون وعجلت إليك ربي لترضى هذه الشعارات تحفز المؤمن أن يلقى الله سبحانه وتعالى على صدق وعلى إيمان ويقول يا رب هذه حيلتي وهذه قدرتي وهذا جهدي لكن يا رب منك العون منك التكلان وأنت المستعان على ما نقدم عليه من عبادة وطاعة جميل لذلك سأل نفسك أخي أحمد وأنا سأل نفسي وأنت أخي الكريم سأل نفسك هل قلبك فرح باستقبال رمضان أنا أتوقع كل مسلم يقول إيه أنا فرح فرحان باستقبال رمضان لكن سأل قلبك السؤال الثاني هل استعد قلبك أن يتغير في رمضان أن ينطرح ويطرح الذنوب والمعاصي وأن يغلق الأبواب كلها ويجعل هناك باب واحد إلى الله عز وجل هذا السؤال الذي ينبغي لنا أن نعيده مرات ومرات وثقة تامة أخي أحمد أخي مشاهدة كريم ثقة تامة أنه في لمحة بصر سيقال غدا هو أول أيام عيد الفطر المبارك حديث سيكون ماتع شيق بإذن الله مع الشيخ عريبا قيس وحديث فياض عن نسائم رمضان إن شاء الله في فقرة ضيف الدار لكن حتى هذه الاستضافة والضيافة نذهب إياكم مشاهدين الكرام إلى تقرير الدفاع المدني والدورة التأهلية التي يقدمها لرواده ومنسوبيه مع الزميل عباد البركاتي جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الداخلية الأمير محمد بن نايف حفل تخريج طلاب الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني وذلك بمقر قوات طوار الدفاع المدني الخاصة في منطقة مكة المكرمة وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مقر الاحتفال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمر وقيادات المديرية العامة للدفاع المدني والذي عبر عن سعادته برعاية ولي العهد حيث قدم الخريجون عرضا لعدد من المهارات والتطبيقات العملية التي تؤكد المستوى المتميز الذي وصلوا إليه الدفاع المدني الحقيقة لديه قدرات وأمكانيات ونحن نتطور مع كل مستجد وكل متغير نحاول بقدر مستطاع أن ندرب كافة الأفراد على كافة المهارات التي تمكنهم من أداء عملهم مع كافة المتغيرات كما تعلم المواد الخطرة تشكل خطر السيول والأمطار كذلك القطارات كذلك الحوادث في العماكن الضيقة هذه كلها تدرب عليها الأفراد ويزودوهم بكافة الإمكانيات والمعدات التي تمكنهم من أداء عملهم والصورة بالشكل السليم الجدير بالذكر أن المرتحقين بالدورة التأهلية حصلوا على المعارف العلمية والعملية من خلال منظومة من برامج التأهيل الفني والعسكري استمرت عاما دراسيا كاملا تؤهلهم للتعامل مع جميع الحوادث المستجدة كان معكم بيد البركاتي لقناة الميت مكة المكرمة وَقَطْفٌ قَدَّنَ ثَمَرًا أشكر لهذه الجهات التي تقوم على أمثال هذه الأنشطة وهذه البرامج ولا غرابة فهم في بلاد التوحيد بلاد الحرمين اللهم احفظها بحفظك وحرسها بعينك يا كريم هذه المبادرة الجميلة والاستعراض اللي هو وصلنا في الميدان يعني واقع ورجال على قدم وساق فيما يقومون به نحن ننتقل من هذه المحطة إلى مبادرة أخرى وإلى جانب آخر في وقف الجوار والفعاليات التي تقدم في هذا الوقف وإن شاء الله من منصة حديث الدار يتمم هذا الوقف على خير وكما كان هو المؤمل في الاستضافة الماضية مع الشيخ عبد الله الفائز الشيخ يقولون أنت قلت مبادرة الشباب في الدفاع المدني يقولون دورة أهيلية لا دورة هي عبارة عن مبادرة لتحقيق هدف استراتيجي الله يثيبك فنحن نحن نعطيك دورة في إدارة الجودة والمشاريع الله يثيبك دورة هذه لا يداخلها لكن نأخذ فاصل وقف الجوار ثم نعود جلسنا في فناء الدار أحباب محبين جمعية البر لقرى جنوب مكة جهود مباركة تعمل على تأمين احتياجات العائلات المحتاجة عبر تقديم خدمات إغاثية متنوعة ابتداء من تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين عبر برامج كفالة الأسر ورعاية كبار السن وكفالة الأيتام وطالب العلم وتوزيع السلال الغذائية مرورا بتنفيذ المشاريع التنموية كتأمين المياه والسقية وتجهيز القوافل الطبية وبناء المساكن للمحتاجين وترميمها وصولا إلى تنفيذ برامج التمكين المجتمعية عبر تدريب الأسر على الحرف والمهارات التي توفر لها فرص العمل وذلك بهدف إخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج ولم تخفل الجمعية جانب الشراكات الفاعلة حيث تعمل جنبا إلى جنب مع 48 مؤسسة حكومية وخيرية لتنفيذ مشاريعها التنموية على أكمل وجه بدعمكم ومساندتكم ستتمكن الجمعية من مواصلة مشاريعها التنموية والإغاثية مما سيسهم في دفع عجلة التنمية المجتمعية في المناطق المستهدفة جمعية البر الخيرية لقرى جنوب مكة وكلمة ومساند Lori لijo رمgive رمح رمع من هنا ك أراك جديد مراكز المهيدب تتكفل بعلاج ألم أسنان لكل من لا يستطيع دافع تكلفة العلاج لأننا نهتم بصحتكم وتشرفنا خدمتكم دوما خدمتكم إلهامنا المهيدب عراقة التمييز قالب من التحدي والإثارة عبر تشويق ممتع للبحث عن طرق النجاح وسبول الوصول إلى القمة أفلامنا الكرتونية المتنوعة مسلسلاتنا من الدراما العربية بقالب جديد لا تعرف معنا للتوقف اشترك الآن في باقة قنوات شبكة المجد لمتعة تستمر طوال اليوم لك ولجميع أفراد الأسرة شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة وقف الجوار بنكة المكرمة فرصة للمساهمة في أقدس البقاع حيث الفضل والأجر المضاعف كن سبباً في قضاء حوائج الناس فبمساهمتك في الوقف تطعم جائعاً وتسقي ضمآناً وتحسن إلى فقير وتفك كربة محزون وتدخل السعادة على قلب يتيم تسهم في إعالة عاجز وتوفر فرصة عمل لمحتاج بمساهمتكم في وقف الجوار تعين إخوانك وتسدر مقهم وتوفر لهم حياة طيبة وتنال الغنيمة والأجر المضاعف أحداث مثيرة ومشوقة كلنا نموت ونحيب قدر مع ألمع النجوم في رمضان الشر والفساد ما لا نسب ولا لون ما في شيء سلحانا إلا القرب من رب العباد لا يفوتك جدد اشتراكك الآن لمدة 24 شهراً بألف ريال واحصل على قسائم شرائية بقيمة 250 ريال شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة وقطف قدن ثمراً ترى ما فيه نواحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا جلسنا في فناء الدار يا أحبار حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا فيكم في فقرة وضيف الدار نحن نسعد كثيراً وإن كانت هذه الاستضافة أتتم تأخراً لكن أن تأتي الخيراً من أن لا تأتي مع الشيخ علي باقاس اليوم حديثنا مع أو حديث عن نسائم رمضان حياك الله شخالي حياكم الله وأهلاً ومرحباً بكم وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات والنسائم هلت برؤيتكم والمشاركة في هذا البرنامج أنت نسمى مبارك يا شيخ الله يبارك رمضان أقبل قم بنا يا صاحي هذا زمان تبتل وفلاح أنا الشيخ علي في رمضان أو قبل الاستكبار رمضان لا شك أنه راح قد استعادوا فرحانه وسبحان الله كده يشعرون أنه رمضان له طابع خاص أصوات الترويح تقليب صفحات القرآن في حركة داخل البيت داخل الأسرة داخل المسجد ماذا عن هذه النسائم الرمضانية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من سر على نهجه ليوم الدين هذه النفحات وهذه المشاعر وهذه الحاسيس لا شك أن كل مسلم يشعر بها حسبك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح كانوا يستشعرونها قبل مقدم رمضان بستة أشهر اليوم البعض لا يتذكر رمضان إلا في شعبان أما أولئك الأولى فكانوا ستة أشهر يدعون الله أن يبلغهم رمضان وانظر يحسبون الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ لهذا الشهر ويفرح بمقدمه ويستشعر هذه اللحظات أصحابه معه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يخرج ليرى الهلال بنفسه فإذا رأى الهلال واكتحلت به عيناه قال اللهم هله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام وربما يأتي لأعرابي فيقول يا رسول الله رأيت الهلال فيقول يتشهد لا إله إلا الله فإن شهد أمر بلال أن ينادي في الناس وإذا دخل رمضان وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتاكم شهر مبارك فرضى الله عليكم صياما فيه تفتح بواب الجنة وتغلق بواب النيران وتصفد مرضة الشياطين والجان فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير يبشرهم وينزل بنفسه مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيب انزارنا في كل عام قد لقيناك بحب مفعم كل حب فيه سوى المولى حرام فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك الجسام لا تعاقبنا فقد عاقبنا سهر قلق أسهرنا جنح الظلام رمضان لحظات رائعة ولذلك يعني الدموع تنهمر والإنسان يحبس أنفاسه الآن وهو يتمنى أن يدركه رمضان هذا العام وأن يبلغها الله ذلك الشهر ما أجمل كما ذكرت صوت المآذن وهي ترتل القرآن ما أجمل تلك السفر الإفطار عند المساجد ما أجمل الأطفال وهم في المسجد يعني يعيشون تلك اللحظات أذكر مرة والحديث حديث دار أن رحلة كانت لي بالخطوط السعودية في الجو كانت أجمل رحلة في حياتي ركبت فيها الطائرة كنت في يوم من أيام رمضان وكنت ضيف على قناة المجد بالرياض استوديوهات الإخوة نحن ومسافر كنت مسافر من جدة الرحلة تنطلق الساعة الرابعة يؤدن العصر في جدة الساعة أربع إلى خمس دقائق إذن أدركني الأذان وأنا في الطائرة أقلعت الطائرة وبدأ الجميع يبحث عن المصلة في الطائرة رمضان حتى الذي لا يصلي يصلي الناس يسألون وبدأت الرحلة والناس ستة ستة أشخاص على المصلة يصلون إلى المصلة الرحلة صغيرة مساحته وهذا يصلي وتسمع إقامة الصلاة ويكبرون لم توزع وجبات بل أخرج كل واحد جواله ومصحف وبدأت تسمع دوي القرآن في الطائرة والمضيف والمضيف يقرؤون القرآن كأنما أنت في مسجد في تلك اللحظة حتى لما هبطت الطائرة ودخل وقت الأذان وزعت الوجبات وتوقفت الطائرة وبدأ الناس الذي يدعو والذي يتناول إنقلبت تلك الطائرة إلى نفحات إيمانية وكأنما أنت في مسجد فما بالك ببيوت الله ما بالك ببيوت الصالحين ما بالك بلا لرمضان الجميلة حديث الأشواق يا شيخري باقاس هو أكثر حديث ممكن أن يحفز المر على أن يدخل رمضان وهو مستقبل وهو مستشعر عظمة ما سيقبل عليه لكن أيضا هناك حديث آخر هو حديث السلف الصالح وحاله مع رمضان وكيف كان يستقبلون رمضان وكيف كان ليلهم ونهارهم في هذا الشهر المبارك وفيه ملامح ورسومات عامة لطريقنا وآلية تعاملنا مع هذا الشهر المبارك هذا الشهر عظيم وحسبك كما قلت أنه تفتح فيها باب الجنة الثمانية يعني كل عمل صالح في ذلك الشهر ستجد له باب للجنة نعم ولذلك السلف الصالح عندما استشعروا هذا الأمر لم يضيعوا لحظة من لحظاتهم إذا كان العلماء يعني يفضون حلق التدريس وينبرون للقرآن الكريم كانوا يحوون ليلهم بالقراءة و بالصلاة و بالقيام يعمرون نهارهم بتلاوة القرآن عندما تسمع أن الإمام الشافعي يختم في رمضان ستين ختمة و هذا الأمر كنت أنا أستغربه إلى أن رأيت عندنا هنا في جدة من يختم في رمضان ستين ختمة يعني في كل يوم ختمتين ختمتين طبعا هذه الختمة ختمة سريعة حذر لكن حافظ القرآن يستشعر معنى الآية في أول بداية قراءتها و لذلك يعني يختم في ست سبع ساعات ختمة و من عش معه قرآن شيخ علي يعني ما هي غريبة أنه يصف نعم و لذلك رمضان أنت الآن تجد يعني في نفعه يعني السلف الصالح طبعا كانوا يحفظون أرسنتهم يجلسون في المساجد كانوا يجدون بالخير و حسبنا أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني كان أجود ما يكون في رمضان رمضان من نفحاته مواسات المساكين تعرف أن الفقراء حتى ينظرون لرمضان لأن هذا الموسم الذي سيتصدق الغني و سيسأل عنهم و سيبحث عنهم خيرات خيرات كم من مريض عورج في رمضان و مديون ينقض يدينه في رمضان فق الآن بعض المسجونين الآن يعني منها ما تأتي مكرومات ملكية يعني من بعض المدن المتبقية و منها ما يأتي بعض المحسنين فيقضي الديون و لذلك و يتواصلون فيما بينهم تجد المرأة تصنع في البيت كلا بحسب طاقته المرأة في المنزل تصنع القليل من الطعام فترسبه إلى المسجد الذي يريد أن يفطر صائم ترى شباب في سن الزهور عند الإشارات و في الطرقات و هم يوزعون تلك التمور و ذلك اللبن يريدون يعني أن يعيشوا تلك اللحظات و أما يعني قيام رمضان فلا تسعى عن المساجد ترى بعض الشباب سبحان الله يقف في الأشر الأواخر في رمضان عند بعض الأئمة و الله أنك تستغرب إذا رأيت الشاب تقول هذا يعني ليس عنده جلد العبادة لكن يقف ساعتين و ثلاثة بعضهم يذهب يوميا من جدة إلى مكة و ينطلق من العصر فلا يعود إلا قبل الفجر و هو يقوم الليل ترى بعضهم بعد ما تنتهي الصلاة يصلون يا إخوتي رمضان مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين ثم صعد درجة ثانية قال آمين ثم صعد درجة ثالثة و قال آمين ثم أخبر قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف مرئين أدرك رمضان فلم يغفر الله يعني هذه فرصة إن لم يغفر الله لك الله عز وجل له في كل ليلة من ليالي رمضان أعتقى كثر من النار يا الله كم من مكبل بالمعاصي و الآثام كم من شخص كان الله عليه غضبان إن برى رمضان فقد أعتقت ركابته يعني في صبيحة العيد كم من أناسخ رجل المصلة و رقابهم أعتقت من النار و أسماهم ربما سجلت في الجنان يا الله حسبك من رمضان أن يرضى الله عنك أن تضاعف الحسنات ليلة في رمضان خير من ألف شهر عبادة 84 سنة و أدت أشهر في ليلة الليل هذه الأيام كم ساعة من سبعة إلى شوي إلى أربعة إلى خمسة يعني ما عندنا ما يقارب عشر ساعات ما تصل و لذلك ما أجمل أن نستعد اليوم الناس يستعدون لرمضان لكن للأسف يستعدوا بيش بالمقاضي و الملابس بالمقاضي و المأكل و كان لنا دخل مجاعة و يصبحون الناس لا يا أخي رمضان أنا أقول لكل إنسان يحمس يؤذني استعد لرمضان بقي يومين و ثلاثة على رمضان يا أخي إن كان عندك مقاضي من الليلة إن كان عندك ملابس الأيدي يا أخي قضيها إن لم تستطع في قبل رمضان في أول رمضان في لحظات ليس في هذه الحالة خلص أمر الدنيا خلص أمر الدنيا هي فرصة هو شهر واحد و موسم طب أنت ذكرت يومين و ثلاثة أيام جميل هذا الاستعداد فيما يتعلق بالمقاضي و بالعيد و غير لكن في الثلاثة الأيام هذه نحن دائما فيه حديث قد يكون قد يكون عند البعض حديث سلبي أنه من لم يستعد في رجب و فاته القطار في شعبان فلا يدخل رمضان إلا هو ضعيف الهم و ضعيف الإيمان و مثل هذا الحديث فيظن الظن أنه والله ما بقى لها ثلاثة أيام و أنا ما هيئة نفسي سأدخل رمضان و أنا والله حيلة حيلة العاجز هو متحسن لن أقدم ولن أتحمس في رمضان ولن يكون لي نصيب من الناس التي استقبلت رمضان من رجب و من شعبان كيف نحن ممكن نستطيع أن نقول لا و الله في ثلاثة أيام القادمة تستطيع أن تقبل على الله سبحانه وتعالى وتستطيع أن يكون لك شأن في رمضان جميل أسلم رجلان في أهد النبي صلى الله عليه وسلم و دفع بهما لطلحة بن عبيد الله بات عنده ليالي و أيام ثم نادى المنادي للجهاد في سبيل الله فخرج فقتل أحدهما و عاد الآخر فمكث ما يقارب عام ثم مات على فراشه لما غسل و صلي عليه و دفن ذلك الذي مات على فراشه نام طلحة رضي الله عنه فرأى الذي مات على فراشه في منزل في الجنة أعلى من الذي مات في سبيل الله و لما قص الخبر عن نبي صلى الله عليه وسلم قال أوليس قد عاش بعده كيت و كيت و أدرك رمضان فصامه بس أدرك رمضان أترك رجل و شعبان فصامه و ذلك مجاهد و ذلك مجاهد في سبيل الله و الذي نفسه بيده لما بينهما من المنزل أبعد مما بين السماء و الأرض يعني الآن تستطيع حتى من لم يدرك من أول ليلة تستطيع يا أخي حتى من غفل في أول رمضان و قد يسمع هذه الحلقة و ناس إعادة أو في اليوتيوب أو في غيره في عشرين رمضان ثلاثة و عشرين رمضان أقول إلى آخر ليلة من ليالي رمضان و العتق مستمر من النيران و إنما هو مقل و مكثر و لذلك تهيأ الله عز وجل تهيأ هذا شهر المغفر هذا شهر الصدق هذا شهر الصيام هذا شهر القيام هذا شهر الإقبال على الله عز وجل هذا شهر تعرف شاني فتح تبواب الجنة و أغلق التبواب النيران يعني أن الطريق إلى الجنة سهل الجنة ليست سهلة أنا أسألكم سؤال و يمكن البعض يعني معلومات ما شاء الله لو كانت مسابقة كان حطينا سؤال الآن كم بنس شمس و الأرض يقولون 150 مليون كيلومتر الضوء يقطع هذه المسافة في 8 دقائق 8 دقائق يقطع 150 مليون طيب لو استمر إلى 8 ساعات أو 8 أيام أو 8 أشهر كم سيقطع بعض النجوم يصل ضوءها إلينا بعد مليون سنة طيب كم المسافة و هذه في السماء الدنيا و هناك ثانية و ثالثة و سابعة و الجنة عرضها السماوات مع الأرض كيف تطول غالية و الماء غالية و الله إنها غالية و تعرض الجنة الآن في رمضان و تفتح أبو أبوها أين المتسابقون رمضان شهر السعادة يا أخي تعرف الآن الإنسان لا يحب البكى في أحد يحب يبكي إلا في رمضان تبحث عن شيخ يقرأ يبكيك يقول يا أخي ودينا عنده أحد يرقث القلب من ذا يعيرك عينه وتبكي بها أرأيت عينا للدموع تعارو البكى في رمضان له طعم آخر و أنت تقرأ القرآن و أنت تصلي يبحث الناس على دمام يرقق القلوب و يدمع العيون و يجري هذه المشاعر كل شيء في رمضان له لده و له طعم و له سعادة هذا الشهر حتى لو بد الشهر في كل لحظة من اللحظات في كل موطن تستطيع و لذلك أنا أقول نستعد لرمضان نتوب إلى الله عز و جل لأن التائم ترى سيصل بقلب صافي يستحضر العبادة أكثر نخطط لرمضان ممكن بعض الناس ما يدرك رمضان أنا أعرف ناس دفناهم في الظهر و صلينا في الليل التراويح يعني الموت لا يعرف لكن إذا خطط من الآن الذي يخطط مسبقا و ينوي غير الذي ينوي في رمضان لأن هذا الذي نوى الخير لو أدركه الأجل لكتب له بنيته لكن إن لم تدرك إلا برمضان ابدأ و اشتهد و شمل شيخ علي بعض الناس يقول يعني رمضان ثلاثين يوم و أنا لا أريد أن يكون مثالي يعني نهار طويل و الليل قصير و ممكن يروح جزء منه نوم و جزء منه و كذا لكن فعلا إيش أهمل الركائز المهمة اللي على كل واحد أن يحصلها مثل ما يقولوا يعني إن خرج بها كفته أنا أقول كل إنسان يعني عنده مقدرات معينة عندنا شيء أساسي و قضية الحفاظ على صيامك حافظ على هذا الصيام أن تخدشه و أده هذا الواجب الركن ثم بعد ذلك أبوا بالخير كثيرة لا شك أن رمضان شهر القرآن يحتاج ورد رمضان شهر دعاء ما هي مقدراتك يعني بعض الناس عنده قدرة على إنفاق شهر جود رمضان إنسان عنده قدرة على قراءة القرآن بشكل كبير رمضان شهر القرآن بعض الناس عنده جلد يستطيع ذهب عمره بدل ما يزحم على الفول ساعتين و ثلاثة و على بعض المطاعم يعني يعني واحد يقول لي من الطريف يقول أنه عنده محل فول يقول يجيني واحد من رابغ يوميا عشان يشتري فول و يرجع يعني هذه المسافة من رابغ إلى جدة 90 كيلو لو قضاها بس فول هذا شكل الله أكيد لا نسوق في الرمضان لا نسوق في الرمضان لكن هذه الأشياء لكن انظر عندك الجلد في الانطلاق بسيارتك للصالحة كلها خير حتى صلة الرحم في رمضان البعض يضر رمضان فقط يعني بعض الأعمال ترى صلة الرحم ترى يعني مؤساة المساكين و المحتاجين ترى حتى تربية أبنائك في رمضان ترى هذه عبادة و لذلك البعض قد يضيع أبنائه في رمضان ينشغل بالطاعات و العبادات و يترك الأمر العظيم في رمضان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أمضي في حاجة أخي أحب إليه من أن أعتكف شهر في مسجدي من سمات رمضان الاعتكاف واعتكاف عشر أيام اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن تمشي في حاجة أخيك خير من أن تعتكف شهرا في ذلك المسجد إذن تستطيع أبدو الخير و تستطيع طيب أنا عندي سؤال لكن نأخذ الفاصل طيب فاصل للمشاهدين الكرام عن تقرير معرض فاطن متابع إياكم ثم نواصل حديثنا مع ضيف الدار الشيخاني باقي أس جلسنا في فناء الدار أحباب المحبين افتتحت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأمواه معرض البرنامج الوطني لوقاية المجتمع من المهددات الأمنية والاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية برنامج فاطن بالشراكة مع مكتب تعليم الأمواه كما حاول معرض على إبراز الدور المجتمع الذي يقام في الأمواه تيه التحصين النفسي والفكري والسلوكي كما تعزز القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية في إطار تعاليم الدين الإسلامي نسبة الشاب في الشاب السعودي أكثر من 60% فنسبة كبيرة من الشاب يعني حاجة الوعي إلا أن المجتمع فيه نوع من قلة الوعي نوعا ما وليبعدها عن الجامعات وليبعدها عن المؤسسات التعليمية والتدريبية فقلنا نبدأ وبناء على استبانات ودراسات من خلال المدارس وكذا ومشاريخ القبال ولقاءات نعقدها مع الإدارة الحكومية أتضح إلى حاجة مثل هذه البرامج التوعوية الإنسان أحيانا في البداية تكون تجربة أنها ما لعب أجرب إيش الحبوب إيش الحشيش إيش الهيروين من هذا القبيل ثم يتورط أولت وزارة التعليم برنامج فطن بالغ الأهمية إيمانا منها لأهمية تحصين الطلاب والطالبات من الأبكار المنحرفة من محافظة الأموة عبد البركاتي لقناة الميت وقطف قد نثمر ترى ما فيه نواحينا حديث غيث الدار كالأمطار غيث العمين ودينا حياكم الله وشاهدين الكرام أهلا وسهل بكم مجددا بعد هذا التقرير مواصم الحديث مع الشيخ علي باقيس نسائم رمضان حياكم الله شيخ خلي حياكم الله شيخ خلي في زاوية الحديث عن علاقة العبد المؤمن مع الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك كيف يستطيع أن يجددها كيف يستطيع أن يستشعر كثير من معاني معاني اسماء الله الحسنة وغيرها من معاني لطف والرحمة والكرم والقرب في هذا الشهر المبارك في وسط آيات الصيام تأتي آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما أجمل ترى كلمة فإني قريب أجيب دعوة الدعي ذا دعان لكن قرب الإنسان من ربي في هذا الشهر الكريم ما أجمل أن يكون الإنسان في هذا الشهر قريبا من الله بتلاوة كتابه قريبا من الله بالقيام بين يديك قريبا من الله بكل طاعة حتى في تدبر كما ذكرت الأسماء الحسنة والصفات الله أسماء الله عز وجل ترى نحن لو عشنا معها ونحن نقرأ القرآن سنجد أن القرآن يختم الآيات بالحكيم العليم اللطيف الخبير بصير بما تعملون خبير بما تعملون إذن هي أسماء وصفات تحتاج أن يقف الإنسان معها إن كنا نتكلم عن الجود وصفها في رمضان فأنت تتذكر أن الله عز وجل كريم وأن الله عز وجل يعني كرمه لا منتهى له سبحانه وتعالى يعني عندما تعيش في هذا رمضان وأنت ترحم وتعطف على المسكين إنما تتستشعر الرحمة العظمى التي هي رحمة رب العالمين يعني إذا كان الله عز وجل قد قسم الرحمة إلى مئة جزء وأنزل جزءا واحد به تتراحم الخلائق يعني هذا الذي ترى ربما يرى إنسان مقطوع على أدين فيسقيه أو ربما تلك ترى كلب البغي فتسقيه أو ربما أنت تبكي على حيوان أو إنسان أو أي كائم من الكائنات إنما هي رحمة واحدة من جزء من مئة جزء حتى الأم ترحم صغيرة وادخر الله عز وجل 99 جزءا يرحم به المؤمنين تعيش فتستشعر مدى رحمة الله عز وجل مدى كرم الله نعم الله تستشعرها في رمضان عندما تمنع من الطعام الآن أنت تمتنع عن الطعام وتعلم أنه مع المغرب سيأتيك طعام كم من المسلمين الذين لا يجدون طعام ولا يدرون متى يتم طعام متى يسقون عندما تستشعر بهذه الآلام وهذا الصبر فتستشعرها وتحتسب إذن حتى نعمة الله عندما تشرب هذا الماء ذهب الضمى وابتلت العروق وثبت الأجر عندما تقول هذا الذكر يستشعر أن عاقبة الصبر حميدة وأنه غدا في الجنة ستقول ذهب الضمى وذهب النصب وثبت الأجر إلى الصوم إلا الصوم فإنه لي لا وانظر الطاعة تنقضي فيبقى ثمرتها وأجرها والمعصية تنتهي بلدتها ولا يبقى إلا الإثم والحسارات والويلات هذه كل أشياء اقترب إلى الله عز وجل عندما يأتي قيام رمضان وفي العشر الأواقل يقوم الناس في الأسحار هنا يحدث حدث عظيم في الكون يدن الله إلى سمائه الدنيا يا أخي هل تستشعر هذا الشيء الله الكريم المتعال يقول هل من سائل فعطية ملك الملك يقول هل من سائل فعطية وقفت إحدى العابدات من النساء بعد أن صلت العشاء فقامت تصلي وقالت يا ربي نامت العيون وغارت النجوم وأغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح وخلى كل حبيب بحبيبه ووقفته ناجيك ثم قامت تصلي حتى أدن الفجر فلما أدن الفجر بكت وقالت يا ربي هذا الليل قد أدبر وهذا الصبح قد أسفر فياليت شعري أربحت فأهنى أم خسرت فأعزى وعزتك وجلالك لهذا دأبي ودأبك ما بقيت أبدا ثم تقول الله مغفر لي في سوء أدبي في عبادتك تزدري نفسها وإلا هي قامت بعبادة عظيمة مناجات الله والعيش مع الله في تلك اللحظات والانكسار وهذه امرأة جميل شيخ جميل شيخ شيخ ونحن نعيش في نسائم هذه الرجواء الرمضانية فيه فئة غالية على قلوبنا جميعا أمهاتنا نسائنا بناتنا داخل البيوت هل من نسمات هل من نفحات يعني نستطيع أن نفتح لهن آفاق جميلة في هذا الشهر يا سلام يا سلام للأسف يا أخي أن بعض النساء تهلك في رمضان في المطبخ صحيح فربما تفقد تلك النسمات الرائعة بينما المرأة تستطيع أن تجد نسمات رائعة جدا ترى حتى في المطبخ صحيح عندما تصنع الطعام وهي تحتسب الأجر وتطعم هؤلاء الصائمين زوجها وابنائها صحيح وترسل ربما لجارتها والحياة الاجتماعية فهذا باب لكن أيضا ما أجمل أن يكون للمرأة وردها من القرآن ولحظاتها من ذكر الرحمن ما أجمل أن ترتب وقتها أن تجد وقت فتقوم فتصلي المرأة لا تحرق نفسها في هذا الطبخ وأنواعه هناك وقت محدد منه تحتسب الأجر في الإطعام لكن نحتاج حقيقة إلى قضية أن تعيش المرأة لا أقل أن تسمع القرآن وهي في المطبخ أو الإذاعة أو في غيرها وهي تقوم بشأنها ومع ذلك لا تنسى اللحظات لا تنشغل إلى أن يؤذن المؤذن تجعل لها لحظات في الدعاء والبيت لابد أن يراعي ذلك الأمر ولا يكلفها فوق هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله وذلك أن هناك تحفيز للمرأة على الطاعة وإن كان صلاتها في بيتها أفضل لكن لا تمنع لأنك يفترض أنت كزوج وكابن أن تساعد وأن تحث في هذه اللحظات المباركة إنساء الله أن يبلغنا رمضان وأن يسلمنا إلى رمضان يسلم لنا رمضان ويتسلمه مننا متقبلا مباركة أشياء خلينا في ختم هذه الحلقة إن كانت من رسالة ختامية وتغريدة في ختم هذه الحلقة ونحن على أبواب رمضان أقول إن كان من كلمة ختمية فهو الضيف الكريم قد أقبل وما بقي إلا ساعة ويطرق الأبواب هيئوا الدار واستقبلوه فإنه وظيف كريم أن ارتحل فلن يعود إلى قيام الساعة الله أكلمك الشيخ علي أسعدتنا في هذه الليلة بصلاة تعالى نبلغنا وإياكم الشيخ علي وخوي أحمد هذا الشارع المبارك ونجعلنا وإياكم فيه من الصائمين القائمين المقبولين عنده عز وجل إلى هنا مشاهدين الكرام انتهت حلقة حديث الدار لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم في حلقات متجددة كونوا بصحبتنا في الأيام القادمة نرىكم إن شاء الله غدا في رعاية الله سلام الله تعالى عليكم ورحمة منه وبركاته جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا وغنى البلبل الصداح في أرجاء ودينا على كثب العلامة جد غرسناه بأيدينا وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا حديث الدار كالأمطار ترى ما في مرحبين وكثبا شكرا اشتركوا في القناة